موسيقى نيولنا بحلقتنا الماضية قصة ياسمين يلي صابت بالشلل بطرفها الأيمن نتيجة تعرضة لجلطة دماغية مشاهدين خليكن معنا بهيد الفقرة لنشوف قصة ياسمين عن أوروب أكتر وشو هي التطورات يلي حصلت بحالتها الصحية من أول ما تلقت العلاج بمركز نوبن الطب ياسمين بتبلغ من العمر 41 سنين صابت بالشلل بطرفها الأيمن بعد تعرضة لجلطة دماغية وهلأ هي وزوجها بحالة صراع مع هيدا المرض وعم بيتلقوا العلاج بمركز نوبل الطب استيس شهين شو هي الأعراض اللي زهرت على مدام ياسمين حتى اكتشفتوا إصابته بالمرض يتصبح اياود عن طوق السلسة الإسلام من الشرطة المحيث في المدام علينا المزيار لصفات لغاية الأجمال تلعينا المزيار الأسماع المزيارة واناها الأبداة معنا نتحدث نحن ستحصلت إلى الديفعات ولدينا الآن العضاء التي من المزيارة nearly omdatنا نتم تقلق أعجموا البحاية أعجموا البحاية أعجموا بالكسلات التجاهزية أعجموا بالكام وأعجموا بالت obtلقال أعجموا بالأعجية نشترك روقات التكبير نشترك في بواسطة 40 دقائق ثم نشترك في ملايق يستمر أيضا مرة الوقت نشترك في مطاعت 18 دقائق على الرغم من مواجهة ياسمين وزوجة كتير من المصاعب إلا أنه المفاقد الأمل وعم بيتيبعوا برامج العلاج بشكل منتظم وهلأ هنن بحالة سعادة غيمرة نتيجة التطورات اللي صارت بحالة بمركز نوبل التبية بيز اياهمز ايجن كلمشتك يعني بروبوتك تداوي ايجن ربوتك تداوي جرمدن انجا اياهمزا سقنتي وارد اما شوان 15 سانس فالان عالدك ربوتك تداوي شوان اياهمزا ده دزجن يرمى گرشكشت ان شاء الله بندن سونا ده 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 ايجيه جديك نوبل تب مركزين جلمكتن متلوز مركز نوبل التبية عبارة عن مؤسسة بتهتم بالعلاج الفيزيائي بشكل خاص وبيطبق برامج علاج مبتكرة على المرضى من خلال الدمج بين المصادر الطبيعية مع احدث الاجهزة التكنولوجية بتساهم هول البرامج بتحقيق انجازات كبيرة على صعيد الوضع الصحي للمرضى بالوقت يلي ما بيحصلوا فيه على اي نتيجة ايجابية او بتبعث بنفسهم الامل بالمراكز الطبية الدانية وشب تتمنون بعد ما يخلص العلاج تداويلر سونجوند اسكي جنرميزي دنمي وبلانيوز اما طبو براس صابر اشي بوننشن صابر لولمك gerekiyor اسكي جزال جنرميزي ان شاء الله دنجيز او جنرى يشييجز تكرار او جنرميزي او جنرميزي معدلات النجاح يلي عم بتم تحصيلها بمركز نوبل الطبي بحالات المرضى يلي عم بيزوروه بشكل نقطة اهتمام للعديد من المؤسسات الطبية العالمية اما من ناحية المرضى الاجانب يلي عم بيزوروا هيدا المركز فعدد كتير كبير منهم عم بتم توجيههم من قبل الأطبة يلي عم بيكونوا بيدورهم بيملكوا فكرة عن مركز نوبل الطبي يلي عم بتم التبعى بحالات المرضى او جزي البحثة او جيدة هكرا بسرعة للمد انزلية الاجانب يلي عم بتم تحصيلها بحالات المرضى او جنرى تدابي ابرام او جنرى او جلي بحالات نوبل الطبي افتراف بمثال انزلية الاجانب تحصيلmbال تدريبة زمارات المرضى نقاملات المرضى اقاملات و مرتديد سجأة جميل قصود الكثير للлектيطر عم يتم تنويل ملف المريض بشكل دقيق بمركز نويل الطبآية وبتم التخطيط للعلاب بشكل عم يتويفق مع حاله النفس��운 ترجمة نانسي قليل ويجب أن تشغيلوا على المرأة الأسساسية. شؤالنا في هذه المقبلة، تبقي في المقبلة يمتلك لأنفسنا، منذ ي毛ب دخط أموم على الأفضل علينا ويجب أن تقلنا بشكل جيد. حيث أنه عاجبنا ويتقوم بصعب. ويجب أن نرمع بشكل جيد. ويجب أن نرمت بشكل جيد. لكنهم يمتلك لدينا بعد محتفقة نفسنا. هدفنا هي حيث نفسها وكل جيدة Ochمامنية بشكل جيد. مركز نوبل الطبي المتواجد بمحافظة دنزلات تركية مؤسس ضمن منتجع صحي عم بيدم فندق خمس نجوم وما بتقتصر خدمات هيدا المركز على علاج الحالات المرضية وبس وإنما بيوفر خدمات الإقامة والترفيه كمان رجبوا برأيك شو اللي بيميز مركز نوبل الطبي عن غيره من المراكز الصحيية؟ Nobel Tıp Merkezi'nin emkileci gibi vakalarda ön plana çıktığı birkaç tane nokta var. Bunlardan birincisi robotik rehabilitasyon. Yasemin Hanım'da da gördüğümüz gibi robotik rehabilitasyon erken dönemde hastalarının ambulasyonu için çok önemli. Onun haricinde hastaların doğru uyum ve paternini kazanmaları ve eşit ağırlık aktarmasını öğrenmeleri için çok önemli bir yere say. Bunun dışında havuz tedavisi hastalarımızın ağırlıklarını alaraktan daha rahat bir şekilde hareket etmelerini sağlarken ilerleyen dönemlerde ise daha ağırlık vererekten çalışmamızı sağlıyor. Bunların yanında kurumumuzun bulunduğu Pamukkale çok güzel bir doğaya sahip. Hemkileci gibi vakalarda bu tarz kronik hastalıklarda hastalarda genelde depresyon görülmektedir. Bu doğada tatil ortamına gelen hastalarımız daha da rahat çalışmaktalar ve bu depresyon havasından çıkmaktalar. Bütün bunların da beraber, nöbel tıp merkezindeki bütün personel alanında uzman iyi eğitim almış personellerdir. Bu gibi iyi imkanları emin uzman ekipler kullandığınız zaman da tedavilerimizden çok iyi sonuçlar elde etmekteyiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Altyazı M.K.